اشتركوا في القناة مصاحب كتاب الطراز على ضبط الخراز في رسم وضبط المصحف الشريف وهذا الكتاب عمدة في بابه وعليه اعتماد النساخ في نقط المصاحف وضبطها بالشكل اعتمدت جل المصاحف المطبوعة عليه ومنها مصحف الملك فهد بالمدينة النبوية كما هو مدون في صفحة التعريف بالمصحف في آخره ونصه واخذت طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب الطراز على ضبط الخراز للامام التنسي توفي رحمه الله سنة تسع وتسعين وثمانمائة من الهجرة كان مما اعتبر Jubン Cruz السونة تسعين وثمانمائة من الهجرة